حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث أبي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه عند البخاري ومسلم وعند الدار قطني من حج أو اعتمر وعند مسلم من أتى هذا البيت قال ابن حجر في الفتح فرواية مسلم تشمل الحج والعمرة فمن أتى البيت الحرام لأداء العمرة دخل في هذا الفضل والأجر أما عند الدار قطني من حج أو اعتمر اسنادها ضعيف وقال ابن حجر في موضع آخر ويجوز حمل لف حج على ما هو أعم من الحج والعمرة فتساوي رواية من أتى هذا البيت من حيث إن الغالب أن البيت إنما يؤتى هو الحج أو العمرة فيقصد رحمه الله أن هذا الفضل في حق كل من أتى لحج أو لعمرة أو لغيرهما من سائر العبادات أنه يغفر له كما هو مغفور لمن ولدته أمه وجاءت رواية في الصحيحين كما ولدته أمه ترجمة نانسي قنقر